السلام عليكم هذا الاخ بعدما تعب من الضحك قال يقولون علي بن ابي طالب معصوم طيب انت تقول يوم مسك عمر تذكر كلام رسول الله يعني علي اخطأ ونسى كلام رسول الله وانتم تقولون علي مستحيل ينسى ويتذكر والجواب اولا ما تقول جؤانا ان علي نسيت ثم تذكر وثانيا كان عليك اخي الكريم قبل ان تضحك كان عليك ان تقرأ الرواية بتماع قبل ان تصبح انت مضحك ويضحك عليك الناس اقرأ معي الرواية وقل لي اين يوجد في الرواية ان علي نسيته متذكر كتاب سليم بن قصر الهلالي صفحة 387 امير المؤمنين يهم بقتل عمر فوثب علي بن ابي الطالب عليه السلام فاخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ انفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله وما اوصى به من الصبر والطاعة فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاب لو لكتاب من الله سبق لعلمت انك لا تدخل بيتي ممكن تقول لي يا اخ الكريم يا اخ العزيز يا اخ الحبيب اين يوجد في هذا النص ان امير المؤمنين نسيت ثم تذكر الرواية تقول فذكر قول رسول الله ولم تقول فتذكر قول رسول الله هل تعرف الفرق بين تذكر وذكر اذا كنت لا تعلم فهذه مصيبة وان كنت تعلم فلما تتشكل وتضحك الرواية تقول فذكر 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 قول رسول الله يعني امير المؤمنين ذكر لعمر بن سهاك قول رسول الله وما اوصاه به من الصبر والطاعة ولم تقول الرواية فتذكر قول رسول الله هذا اولا وثانيا من هو قائل هذه العبارة عبارة فذكر هل هو امير المؤمنين ? ابدا بل هو الراوي وهو سليم بن قيس هو الذي قال فذكر امير المؤمنين قول رسول الله وما اوصاه به فهذا القول هو قول سليم ولسأل امير المؤمنين اما قول امير المؤمن فييبدأ مين؟ فقال امير المؤمنين والذي كرم محمد ابن روى بن سهاكですね كتاب من الله سبق لعلمت انك لا تدخل بيتي. هذا هو قول امير المؤمنين. فمن اين استخرجت انت عبارة ان امير المؤمنين نسيت ثم تذكرت? والرواية تقول انه حين هم بقتل عمر ذكر له قول رسول الله. انه لو لو وصيت رسول الله لكان عمر مقطع ومفصل اطراف لحم وجاهز للشواء. هل افتهمت اخي العزيز? ومن اخر اخي الكريم الحبيب عيوني انت لا تضحك حتى تبحث كي لا تضحك الناس عليك. والسلام عليكم.